تعرفين يا جماعة وزارة الدخلية بتعمل عمل أنا بشوفه من الأعمال الرائعة الرائعة جداً كمان حاجة اسمها الملتقة أو ملتقة شباب وطلائع المناطق الحضرية دي المرة الخامسة الملتقة الخامس وزارة الدخلية بتعمل ايه؟ بتاخد الولاد وتطلع بيهم في كل مرة على مكان مرة في محافظة ما مرة يبقى فيه معايشة جوه أكاديمية الشرطة يعودوا الولاد والشبان الصغيرين والبنات يبقوا متعايشين لأيام داخل أكاديمية الشرطة يتعرفوا على نمط الدراسة طريق التفكير طلبة الكلية طريق التفكير زباط البوليس عندنا في مصر وما إلى ذلك ويمكن ده المرة الخامسة والدخلية حريصة على أنها تعمل ده بمنتهى الانتظام طيب المرة دي الملتقة بقى كان فين؟ وده كان بالنسبة لي حلو بقى قوي لأن أنا بحب السويس جدا المرتقة المرة دي كان في السويس واحدة من مدن القناة الثلاثة أدي واحد اتنين واحدة من مدن المقاومة تعارفين دايما نحن نقول قناة السويس دول المحافظات الثلاثة دول محافظات المقاومة السويس اسماعيلية بورسعيد طيب المبادرة بالأساس اسمها مبادرة جيل جديد لبناء أجيال جديدة أجيال جديدة من أهلنا في المناطق الحضرية الجديدة مناطق الحضرية الجديدة دي يا سادة اللي كان أهلهم أهلها زمان إخوتنا في هذا الوطن أهلنا أصدقائنا رفاقنا احسبها زي ما تحسبها حلوة رفاقنا دول اللي كانوا قاعدين في مناطق لا تصلح على الإطلاق عشوائيات ربنا سبحانه وتعالى ألهم فخمة الرئيس إنه لازم الناس دي حياتها تتغير وساعدوا ووفقوا يعني ساعدوا أهلوا ووفقوا وتنقلوا لمناطق حلوة 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 بالمعنى الكامل لكلمة حلوة فيها كل حاجة ممكن يحتاجها الجيل ده فيها كل شيء المكان من حيث الشكل والمضمون البيوت مركز الشباب المكتبات الأنشطة إلخ 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 طيب المهم خدوا الولاد الداخلية خدت الولاد في الملتقى الخامس وطلعوا على السويس على خط القناة البوابة الجنوبية لقناة السويس المصرية هذه القناة أو هذه المحافظة اللي رملها مشبعة بدم الشهداء هذه المحافظة اللي فيها أكتر من مينة أكتر من منطقة صناعية أنتم عارفين في المنطقة الصناعية والاقتصادية بتاعة العين السخنة في المنطقة بتاعة هيئة مواني دبي في المنطقة الاقتصادية الصناعية المصرية الصينية ليه تيدا مصر اللطيف في الموضوع جدا جدا أنه الولاد والبنات هؤلاء الشباب والطلعع الدخلية خدتهم علشان يزوروا كل ده يعني يوقفوا على قناة السويس ويشوفوا المناطق اللي اتحرك منها الجيش المصري وقدر انه يحطم الأسطورة بتاعة الجيش الذي لا يقهر والحائط والسد المنيع وبرليف ومش برليف وكل الهجس ده المصريين جابوه على الأرض فالدخلية خدت الولاد والبنات اللي زي الفل دول عشان يشوفوا أبهاتهم وأجدادهم إن كانوا لسه صغيرين حبتين في سنة زي الواد اللذيزة اللي تطلع في الصورة من شوية ده فعدوا إزاي القناة اهو شكله حبوب قوي تحسين هو يعنيه مليانة شقاوة مليانة زكاء المهم في الدخلية خدتهم تفرجهم الحتة دي طيب ده الحس الوطني العظيم تعالى أوريلك يعني إيه قناة سويس ويعني إيه قناة سويس جديدة ده مثلا تعالى أقولك ليه قناة السويس الجديدة دي مهمة يعني تعالى أعلمك وأشرح لك وفاهمك عشان تبقى أنت فاهم أنا مش بحفظك تبقى أنت فاهم قناة السويس دي شريان عظيم لاقتصادنا من جهة لايه التجارة الدولية من جهة بيعلموا الولاد وبيفهموهم يعني إيه أربعتاشر في المية تقريبا من حجم التجارة الدولية بيعدي عندنا نبدأ يا إما من السويس يا إما نبدأ من بورسعيد المرة دي بقى إحنا كنا فين في السويس بتعدي كام مركبة كل سنة في قناة السويس أهمية قناة السويس دي الجديدة إيه يا ترى كان قبل كده بيعدي قد إيه ودلوقتي بيعدي قد إيه يا ترى ده إضافة قد إيه للاقتصاد المصري بيخلق فرص عمل إزاي طب تعال أخدك ووديك المنطقة الاقتصادية اللي في العين السخنة وتشوف بنفسك بعنيك الحلوين دول تشوف المصانع تشوف الناس اللي بتشتغل تشوف فرص العمل تشوف الناس اللي بتبني البلد دي بالعرق وبالشق تشوف قصص نجاح حقيقية تلهمك وانت ولد وانت صغيرين كده إنك انت تبقى عارف إنه دايما فيه أمل وإن البلد دي بتتحرك لقدام عن طريق الولاد دول فانا بقولك أنا من الناس اللي معجبة بجد بجد إلى أبعد الحدود بالمبادرة دي وبهذه الملتقيات المستمرة وبمنتهى الانتظار خدوا الولاد وودهم على المقار بتاع هيئة مواني دبي والتقوا هناك بالقائمين على المنطقة بتاعة المواني وشافوا قيادات من إخواتنا الإماراتيين هناك وقعدوا يتكلموا معاهم وينقشوهم وما إلى ذلك لما راحوا تيد مصر المشروع اللي هو الصناعي العملاق مصر والصين قعدوا معاهم وقعدوا معاهم إخواننا الصينيين وقعدوا يتكلموا معاهم ويشرحوا لهم وما إلى ذلك انت متصور أفق الولاد والبند والفين انت متصور أحلامهم راحت لحد فين انت متصور حجم تفاقونهم وسعادتهم وأمالهم الحقيقي وإيمانهم الراسخ بأنه البلد دي يعني مش بس متحبوهم لأ المسألة أبعد من كده بكتير هي مسألة الولاء والانتماء والوطنية والحب إنك انت تروحتوا أنا أول مرة رحت السويس دي كنت صغير رحت مع أمامه كنت صغير يعني كنت أدهم كده كنت أظن فيقول إعدادي ولا حاجة كده أول مرة رحت السويس دي كنت فيقول إعدادي ده من كم سنة ده يوسف يا نهار إيه سويخ ده يجي من 36 سنة زمان أويان أنا كبرت أويان معنا مهم يعني فلما رحت هناك فأنا طبعا إحنا الجيل بقى اللي هو أنات ولدت 75 فإحنا ما حضرناش حرب 73 بس إحنا حضرنا سنوات التالية المباشرة لما بعد الحرب يعني شفنا المظاهر الخفيفة اللي كانت متبقية الحيطة الكبيرة اللي كانت بتتبني قدام داخل العمرات تحسبا لأي حاجة لأن احنا كنا بنحارب عدو لا أخلاقي زي ما ضرب قبل كده بحر البقر يعني فإيه اللي كان هيمنعه أنه ممكن يوصل لحد القاهرة بس اللي منعه كان حاقط السواريخ المصري ودي حدوطة بره المناسبة لازم مرة نوعد نحكيها يعني فشفنا ده على أيامي وأنا طفل صغير يعني شفنا بعض الكلمات اللي كانت بتكتب على الحطور لحقناها أنا وجيلي كله يعني لما رحنا لسويس لحقنا أثار ما بعد العدوان حتى بعد ما تم إزالة ما بعد العدوان شيئ ما شيئ ما ما كانتش لسه السويس بهذا البهاء الرائع وهذا الكمال يعني كمال رباني سبحانه وتعالى يا سيدي خليها وهذا الجمال فعط عيط وأنا طفل صغير لأنه كمان بقى كنا لسه احنا بنشوف الأفلام بقى بتاعت محمود عبدالعزيز الله يرحمه محمود ياسين الله يرحمه حاجة بقى كلها البطولات ودقنا نكبر شوية فعادنا بقى نقرأ روائع مجيد طوبيا يا سلام سلم روائع عظيمة يعني عط عيط وأنا كنت عالى صغير الولاد دول بقى حاجة تانية الولاد دول بيشوفوا الأمل وبيشوفوا الواقع اللي يبعث على الأمل فأنا يعني أحيي جدا هذه المبادرة وهذا الملتقى والاستمرار فيه شيء عظيم عظيم تخيل لو كل ده ما كانش بيحصل مع الولاد دول كان ممكن إلي بيدور في هذه العقول وهتبنى إزاي وتكبر إزاي ووجدانهم يتكون علي يا أخي اشتركوا في القناة